اشتركوا في القناة خير عليكم مشارك ومشاركو مشاركوا مستخدمين تقولو في امبون تختو فراز رابيد بالخفتو جدا وحسب باتت خسيل ومزيجر باتت سياه باتت خسل ارواح مائيان ارواح مائيان ترى المقادير ترى اولا باتت اللي هي بغيزة بازيك كمية الفارينة نصفها كمية الزبدة نضيفها تقريبا زوج مغارف السكر هنا بالنسبة ل150 غرام الزبدة أو مارغارين نحتاج معها الضعف الفارينة نبسهم ملاح غرب سبعتينة وزيتهم تقريبا 50 غرام السكر وطموهم بشوية علماء هذه العجينة لابات بغيزة بازيك كين سيحبو يطموها بحبابيت كين اللي طموها بشوية حليب مي هدية لابات بغيزة الأصلية نسيت هنا بش نقولكم على رشة تعملح ورشة فانيلا من بعد ما طميناها بشوية علماء تحسوها هكذا طرية ماشي طرية بزاف يعني نطمت وشوية طرية تخلوها ترتاح تقريبا 1-5 دقايق لطم اللي نوجدو لكخامتنا راح نديرو كل شي بارد في بارد هنا نعطيكم كميات ريت الواحد من الحليب بالنسبة ريت لتحليب نحطوها في الكسرونة نضيفو عليها زوج حباث البيض ميتين قرام سكر ميتة قرام خاليط بين فارينا ومايزينا خمسين خمسين قرام شوية فانيلا وهدا ما كان نخلطو كلش بالفوي بارد في بارد ونحطوه فوق النار حتى يعقد الخاليط ونضيفو لها مغرفة مع مرة تاع زبدة من المستحسن تكون زبدة حرة الى مغرفة تاع مارغارين مغرفة تاع ماكلة نروحو الأجينتان ونحلوها فوق شوية تاع فارينا وهناي نعطيكم تقنية باش ديكم سهلة باش ترفضوها باش حطوها فوق المول هنا عندي أنا مول كبير احندي الوحدة كبيرة تقدروا تستعمل الوحدة كبيرة او ديتاخت صغر بالنسبة للتقنية تطويوا بعد ما حلتوها بالسمك اللي حبيتوه تطويوها على 4 كمراكم تشوفو هنا في الفيديو وترفضوها وتحطوها في الوسط تعلمون تحطو لابات في الوسط وتحلو لابات تاعكم تعودو دي بليوها يعني تعودو تحلوها كما طويتوها وتلقوا ورحكم حطيتوها بيان لا تشقلكم لا تتفتت بكل سهولة تتحط معاكم تنحو الزوائد وتساويوها كامل على الطرف وتقبوها كامل بالفرشيطة وتخلوها الطيب على 180 دراجة المدة هنا على حسب الفرن تقبوها يعني تقدر تديلكم 20 دقيقة كي تشوفوها تحمر التمليح يعني بالتحمر اللي تحبوه انتوما تعودو تنحوها وهيليك هنا لاباس راهي طيبة ومحمرة نحطوها هنا ديموليتها وحطت فوقها هنا ما زي ما برزلت ليش مليح من بعد ما نساوي وكامل الكرام نبدأ ونحطوها لفرشيطة بالشكل اللي تحبوه يعني الديكوراسيون تبقى ليكم هنا ندرت الصف كي ماراكم تشوفو كامل يعني الافخاز على وجهة ومن بعد الصف ثاني قلبت الافخاز يعني على الجيهة الاخرى وصف ثالث تقلبتو على وجه يعني الجيهة الخارجية على الافخاز من بعد نديرو لها كامل جولي وتزينوها يعني باي حاجة عندكم تحبو تخلوها غير هكذا نستهنية رشة تاع بيستاش بش يعني يكون فيها لون باهي وهدية لا تختطعنا ووجدة وحضرة معاكم سهلة مهلة خفيفة وما تشتش بزا في الوقت وهي ليكم شهية طيبة جربوها اردو للخبر وإلى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله قابرة جير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة